قواعد لسان كتاب الله تعالى مطلقة قواعد لسان كتاب الله تعالى مطلقة تستمد إطلاقها من مطلق صياغة نصوص كتاب الله تعالى وما يجب أن نعلم أن نكتشاف هذه القواعد ووضعها في أطر ليتم تعليمها للناس لا يعني أنها من صناعة من اكتشفها أبدا هذه القواعد محمولة بباطن نصوص كتاب الله تعالى واكتشافها هو رفع للغطاء عنها ليس إلا من هذه القواعد من هذه القواعد أن جمع المذكر السالم يتعلق بالعقلاء وأيضا الصيغة هم وهذا معلوم في قواعد لسان كتاب الله تعالى وهنا كيف ندرك دلالات بعض النصوص القرآنية التي نرى فيها هذه الصيغة هم وصيغة جمع المذكر السالم مع أن ظاهر السياق النصي يتحدث عن كائنات غير عاقلة هل هذه استثناءات في هذه القواعد أم هناك تفسير آخر لهذا الأمر يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين هذه الصيغة بين قوسين طائعين هي صيغة جمع مذكر سالم لاسم الفاعل طائع كيف تتعلق هذه الصيغة بالسماوات والأرض ككائنات جامدة كيف وما هي الحكمة من ورود هذه الصيغة ما نراه في هذه الآية الكريمة أنه هناك مثنى هناك مثنى هما السماء والأرض السماء والأرض ولا شك أدنهما جماد وصيغة المثنى واضحة لاحظ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا لاحظ ائتيا طوعا أو كرها قالتا لاحظ كلمة قالتا يعني السماء والأرض هما قالتا لكن انتبهوا جيدا لم تقولا أتينا طائعتين لم تقولا أتينا طائعتين أليس هما مثنى هما مثنى المناسب لهما كمثنى هو الصيغة أتينا طائعتين لكن ما نراه هو الإجابة أتينا طائعين هذه الصيغة طائعين كجمع مذكر سالم ترسم لنا دلالة بأن الطائعين هم العقلاء أيضا هم العقلاء الموجودون في السماء والأرض ما أعنيه صيغة جمع المذكر السالم التي تم الانتقال إليها تنقلنا إلى دلالة جديدة بأن العقلاء الموجودين آنذاك هم من الطائعين المعنيين بهذه الآية الكريمة لذلك نرى الانتقال من صيغة المثنى إلى صيغة جمع المذكر السالم طائعين لاحظوا الانتقال في الصيغة قالتا أتينا طائعين وهذا ما نراه أيضا في كلمتي الغائبين الكاذبين في قوله تعالى لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين أم كان لاحظوا من الغائبين ويسير السياق إلى أن يقول سبحانه وتعالى قال سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ما نراه أن كلمة الغائبين تشمل كل الغائبين من الجن ومن البشر وهذا ما يؤكده قوله تعالى في السياق السابق مباشرة لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى في السياق السابق وخشرة لسليمان جنوده من الجن والإنس لاحظوا وخشرة لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الغائبون منهم من هو من البشر ومنهم من هو من الجن وهؤلاء عقلاء وتناسبهم صيغة جمع المذكر السالم لذلك نرى ورود الكلمتين الغائبين الكاذبين بصيغة جمع المذكر السالم أيضا لننظر في قوله سبحانه وتعالى يقول تعالى إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لاحظوا رأيتهم لي ساجدين لاحظوا رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنساني عدو مبين ما نرى أنه هناك رؤيتان إثنتان هناك رؤيتان إثنتان رآهما يوسف عليه السلام لاحظوا تكرار كلمة رأيت لاحظوا تكرار كلمة رأيت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هناك رؤيتان الرؤية الأولى هي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر في رؤيته الأولى رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر وهي كائنات ليست عاقلة لا شك في ذلك هي كائنات ليست عاقلة لكن في الرؤية الثانية لَمْ يَقُلْ جَلَّ وَعَلَى لاحظوا رأيتها لي ساجدة النص لم يرد بالصيغة رأيتها لي ساجدة لم يقل جل وعَلَى رأيتها لي ساجدة لتكون الرؤية لتكون الرؤية الثانية هي سجود الشمس والقمر والكواكب له أبداً ما نراه هو الصيغة لاحظوا رأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين يعني رأى في رؤيته الثانية عقلاء ساجدين له وهؤلاء العقلاء هم إخوته وأبواه لذلك نرى ورود الصيغة لاحظوا رأيتهم لي ساجدين ما الدليل على صحة ما نذهب إليه الدليل الأول هو ورود صيغة تتعلق بعقلاء لاحظوا رأيتهم لي ساجدين ولذلك نرى أن الآية التالية مباشرة ينهى فيها يعقوب ينهى يوسف من أن يقص رؤياه على إخوته لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لاحظوا ماذا قال له أبوه يقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين لماذا لا يقص رؤياه على إخوته وأنه إن قص عليهم رؤياه سيكيدوا له كيدا لماذا لأن هذه الرؤيا تتعلق بهم أي هم من رأاهم ساجدين إضافة لأبويه الدليل الثاني نراه في آخر القصة لاحظوا في آخر القصة ماذا يقول سبحانه وتعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين لعلوا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل لاحظوا قد جعلها ربي حقا الذين خروا له سجدا هم إخوته وأبواه وهنا ماذا قال يوسف عليه السلام لاحظوا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا لاحظوا قولة قد جعلها ربي حقا لم يقل قد جعله ربي حقا لم يقل قد جعله ربي حقا ليكون الجعل متعلقا بالتأويل هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا بمعنى الله تعالى جعل الرؤيا ذاتها حقا الله تعالى جعل الرؤية ذاتها حقا يعني هي ذاتها كما رآها تماما تحققت على أرض الواقع وليس الذي تحقق على أرض الواقع هو تأويل لها الذي تحقق على أرض الواقع ليس تأويل هذه الرؤية أبدا هي ذاتها كما رآها تحققت لاحظوا هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وهذا يعني أنه في الرؤية ذاتها رأى إخوته وأبويه له ساجدين وهذا هو بالضبط ما تحمله العبارة رأيتهم لي ساجدين هذه الرؤية بسجود إخوته وأبويه له هذه الرؤية هي ذاتها هي ذاتها كرؤية وليس كتأويل هذه الرؤية هي ذاتها جعلها الله تعالى حقا إذن الصيغة رأيتهم لي ساجدين تتعلق بعقلاء تتعلق بعقلاءهم إخوته وأبوه لنظر الآن في قصة إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض لاحظوا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين لاحظوا الكيد هو للأصنام وليس للتماثيل لاحظوا لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لاحظوا ماذا يقول فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ما نراه أنه حين الحديث عن التماثيل فإننا نرى صيغة غير العاقل لاحظوا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل لاحظوا التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لاحظوا كلمة لها وليس لهم لها ولم يقل لهم لماذا لأن التماثيل هي جمادات مادية يصنعونها بأيديهم التماثيل هي جمادات مادية يصنعونها بأيديهم والمشكلة ليست بهذه التماثيل المشكلة في العكوف لها المشكلة في العكوف لها كونها حسب ما يعتقدون كونها واسطة بينهم وبين أصنامهم تلك الأصنام التي يعتقدون أنهم يتصرون بها من خلال هذه التماثيل أصلا كلمة تماثيل هي من الجذر ميم ثاء لام بمعنى التمثيل المادي كتدسيد حسي لأمر آخر انظروا ماذا كانت تعمل الجن سليمان عليه السلام يقولوا تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب ما يشاء من محاريب لاحظوا وتماثيل وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات لاحظوا التماثيل كتماثيل بعيدا عن توظيفها لا مشكلة فيها المشكلة في الاعتقاد أنها واسطة يتصلون بأصنامهم من خلالها يعني هناك أصنام يعبدونها هناك أصنام يعبدها قوم إبراهيم وأبوه آذر وهذه الأصنام التي يعبدونها إما من عالم الملائكة أو من عالم الجن أو من عالم الإنس يعني هي كائنات عاقلة وقاموا بتمثيلها من خلال تماثيل صنعوها بأيديهم معتقدين أن هذه التماثيل توصلهم بأصنامهم يعني كل صنع له تمثاله الخاص به وما جعله إبراهيم جذاذا هو الأصنام ذاتها وما جعله إبراهيم جذاذا هو الأصنام ذاتها من خلال تحطيم التماثيل التي تجسد هذه الأصنام وذلك حسب ما يعتقدون لاحظوا الكيد هو للأصنام وليس للتماثيل لاحظوا لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لاحظوا فجعلهم جذاذا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لاحظوا كلمة جذاذا من الجذر جيم ذال ذال وهو بمعنى الإنقطاع هو بمعنى الإنقطاع وله في كتاب الله تعالى فرع آخر هو كلمة مجدوذ بمعنى مقطوع يعني نظروا في قوله سبحانه وتعالى عطاء غير مجدوذ عطاء غير مجدوذ يعني عطاء غير مقطوع ما أود قوله قام إبراهيم عليه السلام بتحطيم التماثيل وبالتالي حسب ما يعتقد قومه وأبوه قام بقطع الصلة بين قومه وبين أصنامهم كونهم يعتقدون أنهم يتصلون بأصنامهم من خلال هذه التماثيل وهذا هو بالضبط ما يحمله قوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لاحظوا لعلهم إليه يرجعون يعني جعل أصنامهم مقطوعة الصلة معهم حسب ما يعتقدون وذلك من خلال تحطيم التماثيل التي يعتقدون أنها توصلهم بأصنامهم لاحظوا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يعني حطم كل التماثيل إلا تمثال الصنم الكبير من أجل أن يرجعوا إلى صنمهم الأكبر هذا من خلال تمثاله الذي لم يحطم وذلك حينما يسألهم إبراهيم عليه السلام قلنا لهم لاعظوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون لماذا فعل ذلك لأنه لو حطم كل التماثيل لو حطم كل التماثيل فعند ذلك سيقولون له كيف نسأل آلهتنا وأنت قد حطمت آلية الاتصال بهم لذلك ترك تمثال الصنم الأكبر ليقيم الحجة عليهم لاحظوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون لاحظوا حين الحديث عن التماثيل حين الحديث عن التماثيل كجمادات لاحظوا كلمة لها قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين لأنها جمدات لكن حين الحديث عن أصنامهم كآلهة يعبدونها نرى صيغة العقلاء لاحظوا فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم أيضا لاحظوا قول الله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الوقت لا يسمح بالتوسع في تفصيل دلالات هذا النصر الكريم ما أود قوله قواعد لسان كتاب الله تعالى مطلقة وحينما نتوهب تعارضا ما بينها وما بين ما نتصوره من دلالات أي نص قرآني بالتأكيد تكون المشكلة في تصوراتنا وعلينا أن ندرك دلالات نصوص كتاب الله تعالى بناء على هذه القواعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر